السؤال بقى اللي جايدة لها علاقة أيضا بالاختبارات أنا مش عايزة بالحتة دي إيه الطريقة المثالية لانتقاء لعبين في اختبارات الأندية العدد يبقى كم واحد مثلا في اليوم في التدريبة حراك لو أنت قاعد دلوقتي ما فوت تشوف كم لعب بتشوفهم إزاي بتشوفهم في تأسيمة ولا بتشوفهم إزاي يعني إزاي يشوفوه الطريقة العلمية عشان بحيس إن إيه الطريقة عشوائية أوي هو التوحيد إن إنت تعمل حاجات معينة ده مش مزبوط ليه؟ لأن كل مرحلة سنية لها حدود ملعب مساحة وليها عدد فإنت لو جيت مثلا في السبع سنين تلعب خمسة لدي خمسة الملعب باص مش هتكتشف مواب عارف ليه؟ عشان كله بتقصوا ببعض تمام؟ ملعب صغير مساحة ما تناسبش وعدد كبير خمسة لدي خمسة عشان تخلص أنت عندك ألفات واللي استولاد بتقد وأكثر فلوس بتعد أه فأنا عايز أخلص يلا ما عنديش وقت لكن مثلا لو أنت لعبت ثلاثة ضد ثلاثة بالكتير أربعة ضد أربعة أخذ بالك أقول لك على حاجة كريمة غريبة فضل والله والله ما بكذب عليك فيه لعيبة في الاختبارات ما كاشا بتلمس الكورة كنت بأخدها تلمس الكورة؟ والله العظيم أنا حلفت لك بالعظيم أنا حلفت لك بالعظيم أنا حلفت لك بالعظيم لأ لمسداك سادئ طبعا فوليه الأمر اللي بره؟ أو الحاجة تجي في خياله؟ ده أنت بتجامل؟ ده وسط طبعا لما لمس الكورة هو ابني جاب عشرة جوان طبعا ما خادوش الولد اللي جاب عشرة جوان جاءوا جوال وخادوا الولد لما لمس الكورة عارف أنا ما قادش لما لمس الكورة لديه؟ احترمت بفكره ده ليب عنده فكر عارف ليه؟ ما عملش إذا البقية جيل ورا الكورة واقف مستني باخد بوزشان بتاعه؟ بوزشان بتاعه مظبوط وما تمركز مثلا بيلعب ورا فوقف ورا مستني انت ما تجيله هو مستربع شجري يقطع على الكورة عشان تقولي انه هو العيب انت فاهمني؟ فعنده حاجات فطرية عجبتك خلينا اقولك برضو مش المدرب بس اللي عليه عيب عشان ابقى واضح يعني وليه الأمر اللي بيصلت ابنه؟ ما تديش حد كورة ورقص تم انت خلصت عليه؟ ايوه حركة البقية بتدي شوية كيوزة يعني شوية براشين كده للناس اللي غاحة اختبارات مفجأة ما تستوينش بحاجة بتقوله ده؟ لا ان كل أولاية الأمور ايوه بيقوله مثلا لابنه لو حتى هترك وهتجوال اه وما تديش لحد الكورة اه وما توقفش في الملعب انت كوليه امر حتى دهك مش مدرب اه هو ربنا بديله ملكة مثلا انه بيعرف يباصي يباصي بس انا كمدرب حكتشف ده ان ده حيبقى مليه ميكر في المستقبل مثلا فلو باصة باصتين ثلاثة كويسين اه لو عنده رؤية اه لو عنده قسة استلم كويس وغير اتجاهاته اه لو عنده قسة اما يبقى واحد ضده واحد ازاي اخوا تكرروا يعدي كل دي حاجاته اللي بختار عليها اه انت حددك مش وصللك القسة دي انت كل اللي وصللك هبتروح الى الكريمة عدي منه صحا ممكن باخدكش ممكن باخدكش هتخيل بقى هتخيل فوليه الامر كمان اما بديجي راعي عكتبارات سيب ابنك حضرتك متلعبلوش سيبه هو يلعب ويطلع فكره زي ما بقولك كده ممكن واحد زي حضرتك انا باسم اه اشوف لاعب بفكره اخده هستكتبه لانه عنده فكر هم الكرة فكر وقرار هم اي حاجة غير كده يبقى احنا بنتحك على بعض